السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير أتمنىكم تكونوا لخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال تعليق أو سؤال في قسم المنتدى أو في قسم التعليقات في اليوتيوب يعطيك الصحة أستاذ ممكن تجاوبني لتقتي فيك وشرائك للناس اللي ديروا الظهر أعلاني للأمان من جهة الكتف فإننا بنتي وبالخصوص مع كلمة أو لمصطرح استعمار مصطرح لتقتي فيك أريد أن أتعلمك معك في الشرح لأنه مسألة ليستفهم بأقلانية ولمنطق ودراسة وعلم نحن 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 نخذ القياس من نقطة الكتف يعني إتقاء الكتف مع العنق من هنا كنخذ القياسات لذلك أعقل لي على هذه النقطة ضبط مني كأن نأخذ القياسات أنا وأنتي والجامعة وهذا الذي يشترح لك على كل شيء يتبنى هذه المسألة للأرطيفة الحزام الدكالاج للجوج السنطري كأن نأخذ القياسات من هذه النقطة إلى الكاتف لذلك هذه في الأمام ولكن نأخذ القياسات من الأوروبيين ولكن الأوروبيين يتبعون على ما يفعلون لذلك الجوج السنطري الذي يزيدها يزيدها لأن القياس لديهم خداوه من هنا أرد إلى البداية من أخذ القياس من الخلف يأخذ القياس من هنا لذلك هذا القياس من هنا رأي ناقص قريباً بجوج السنطري معنا هنا بمعنى آخر حسابتين تيام من هنا إلى هنا لقيمة 42 لذلك انتي لقيمة 42 أنا سأحاول نزوم انتي لقيمة 42 لنكتبها بالخضر لكي يبنيك قياس كنتي وقياسي أنا من هنا إلى هنا لقيمة 42 حسنا حسنا أوروبيين يأخذ القياس من هنا لما سأقوم 40 أنا سأتتعامل معك على أساس كيف تتخدم الباطرون في أوروبا ونشرح لي كشي حويجات لذلك سأتفهم هذا تقريباً يفعل حزام يعني هذه المساعة غيرة وهوما يعني دبار أوروبي تيدي 40 تكي يخدمها يجب أنتي كي يحسب قويرات العنق كي يطلع بجول السنتري لماذا هذا الجول السنتري؟ لكي يوصلوا إلى النقطة التي نحسب عليها حناياً التي نحسبها منها فقط كي يطلع منها كي يطلع القياسات منها بنافس الطريقة فقط هنا أشياء نفعله لأننا نخدم القياس من هذه النقطة ونحصلنا مباشرة منها ونحسبنا 42 لا غير أتمنى أن تكون تضحطتك هذه الفكرة وتكون تشلحتك بمنطقة الغريب وهنا اللي أعطي منطقها هو أن كي يطلع هذه الفكرة وكي يطلعها وكي يطلعها وكي يطلعها وكي يقول لك باش ما تجبتش جلياً لبسا اللور التجبال لبسا اللور السبب له ونحن سنطلب منك أنك نتاب هذه القياسات اللي أعطيك وكي يكون كان عندي صورة في هالجوانيب سوف يتطلعها كي يطلعها لكي تفرج الله يرضي عليك زوم لكي يطلعها كي يطلعها وكي يطلعها وكي يطلعها وكي يطلعها وعيد نحن كنا نحتاج القياسات من هنا يعني من موقتك الكاتف من انتقال الكاتف مع الأمان وهم كي يحضروا القياسات وكي يطلعها من هذه النقطة من آخر فقارة في العمود الفقاري من هذه يطلعها ارتفاع الحزام وكل شيء يطلعها من هنا يحصل طول إلى الأسفل وبعض من يرى هذه الطريقة الأوروبية يقول هذا هو الحل ما يطلعه الإنسان هو أنك تجربة وتمرين مع نفسك من المنت فقارة في الحزام أو سنتين وعبوده بشكل مستقيم وعبر هذه المسافة من هنا إلى هنا سجلها وعبر نفس المسافة من هنا إلى هنا وسجلها ولاحظ ليس لنفرق ما يطلعه يعني نور مال ومن الطبيعي خاصة الأمام ليكون أعلى من الخلف حين الأمام في الحجم دير الصدر يزيد في الطول الانتفاق دير الصدر يزيد مسافة في الطول كانت تمنى أن نكون شرحت لك ووضحت لك كانت تخضي القياسات من هذه النقطة تعملي عادي كانت تخضي القياسات من هذه النقطة ممكن تطبق عليها فقط هذا ما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته